تابوت رئيسي في منطقة الغريفة في تون الجبل نهارده الكشف بنتكلم على جبانة دولة حديثة بنتكلم على تلات تلات وربعين سنة عمري تقريبا بعد يمكن عشرات من البعثات الاجنبية كان كلها بتدور على جبانة الدولة الحديثة النهارده الحمد لله نقدر نعلن ان احنا تم الكشف عن جبانة الدولة الحديثة تقريبا اتنين كيلو من هنا ولقينا كل اللقاء الاثرية الجميلة الرائعة داخل هذه المقابر الصخرية الممية في حالة اكتر من رائعة مش بس الممية الوحيدة والكرتراج الوحيد والتابوت الوحيد اللي لنا نحن لقينا كم كبير جدا من التماثيل منها الملون منها الخشب المزهق منها تماثيل لبتاح سكر منها كمان للاله الاله نوت ليلة كم كامل من الاواني الكانوبية في حالة اكتر من رائعة بعضها كمان ملون لأول مرة انا ذكرت حاجة عن البرديات والده النهاردة هحب انوه عن البردية دي البردية دي هي البردية الربعة الكاملة اللي يتم الكشف عنها ولله الحمد كاملة احنا بنتكلم على ما يقرب من 15 الى 18 متر طول تقريبا شايفين الجمال والالوان والنقوش اللي موجودة فيها احنا لقينا الحمد لله اربع برديات كاملة تلاتة لقيناهم في سقارة والربعة تلاقيت هنا في الغريفة الرابعة دي ان شاء الله المتحف المصري الكبير هيعرض هذه الممياء عنده طب البردية رقم واحد كانت معروضة في المتحف المصري في التحرير واحد متحف في العاصمة بردية رقم اثنين وتلاتة هتعرض ان شاء الله في المتحف المصري في التحرير وهنا اربعة في المتحف المصري الكبير دول البردية الاربعة الحمد لله البعثات المصرية وكان لي الشرف اننا نبقى رئيس لهذه البعثات المصرية ولله الحمد